عاما الرحيم 41 عاما مرت على تحرير أرضنا الغالية سيناء سيناء التي تحررت من الانكسار إلى الانتصار ومن الإرهاب إلى التنمية هذه الأرض التي ارتوت بدماء أبطالنا على مدار عشرات السنين اليوم نعلن العالم أن سيناء خالية من الإرهاب الغادر خالية من أعداء الإنسانية ولم يأتي هذا الأمر جزافا ونمى بنضاري وكفاح قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة وأهالي سيناء الأبطال الذين قدموا الكثير وضحوا بالكثير من أجل هذه اللحظة التاريخية الهمة نعم إن من يقرأ سيرة سيناء عبر التاريخ يدرك أنها مفتاح الأمن القومي لمصر ويعرف تماماً أن هذه الأرض التي ارتوت بدماء المصريين كانت ثمن غالياً لكننا كنا على ثقة وعلى يقين أن سيناء ستعود سيناء عادت بفضل الذين ضحوا في حرب الاستنزاف وبفضل الذين ضحوا في حرب اكتوبر 73 وبفضل كل من دافع وناضل من أجل أن نرفع على مصر على سيناء الرئيس والزعيم الخالق جمال عبد النصر والرئيس أنور السداد والرئيس حسني مبارك وهذه اللحظة التي تحررت فيها سيناء من الإرهاب ما كان يمكن أن يحدث ذلك إلا عندما اتخذ القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القرار الهام والخطير الذي كلفنا الكثير من الشهداء والكثير من المال والكثير من التضحيات ولكن لم يكن أمامنا خيار إما أن تعود إلينا سيناء وإما أن تذهب إلى الأبد وإما أن تمضي في طريق الإرهاب فتشكل بالنسبة لنا خنجراً في ظهر الوطن التحتهاية الجسيمة صبرنا وناضرنا وكافحنا ولعبت كل أجهزة الدولة والشعب وأبناء سيناء دوراً مهماً حتى نصل إلى هذه اللحظة التاريخية الهمة نعم نحن أمام عبور جديد سيناء أصبحت خالية من الإرهاب سيناء تحررت والآن نحن في إطار معركة جديدة وهي معركة التنمية التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى مهام السلطة في البلاد وجوه التنمية وآلياتها متعددة ولكن كما وعد سنرى في المرحلة القادمة ما يجعلنا نفخر بالفعل بأن أرض السيناء التي عادت وتحررت أصبحت منارة وأحد العوامل المهمة لتنمية هذا الوطن والحفاظ على اقتصاده القومي كل عام والقائد الأعلى بخير كل عام قواتنا المسلحة بخير كل عام وأبناء سيناء بخير كل عام والشعب المصري بخير كل عام ورجال الشرطة بخير والتحية والتقدير لكل القادة والزعماء الذين ناضلوا من أجل أن نصل إلى هذه اللحظة التاريخية الهامة في عمر الوطن